النهاردة المظفين عاملين يتكلموا يا طرق مجلت خاني مع حازم النهاردة في الحفلة ده لأكسبت عمراته ولا ده إشاعة ده أنت مركز بقى مش حكاية مركز بس ما فيش دخان من غناري ميزك لو تسمحيلي أنا أقول لك يا ميزك بدون هالقاب اسمحلك طبعا أنا دورت على الحياة وصلت لها بسرعة اسمه يوسف كان خطيب سوزان مرت حازم وبعدين؟ وملاب لين يا ميزك أنا مش قررت أحذير إليكي ولا حتى نصيحتي ولا هتسيبني وتمشي يا علي زي ما قدتني أبل كده انت جالك عرض من أكبر شركة منفسة لنا في دبي وبعقد خيالي مع ذلك ما روحتش ولا حتى ولتلي واضحني مش أنا الواحدة بس اللي بدور لأ مش لوحدك يا علي يعني ما فيش أعمل بقفلة من كل ناحية ما فيش شركة روحتها وحدة دولي معد انترفيو حتى وطبعا مش عارفة أخدش عادة خبرة من اللي ما يتسام انت بقليك تلاتة شهر على الحال ده عرفاني أنا خلاص ابتدت أبقى متأكدة ان هم اللي واقفين حالي وبالقصد يعني هم ما كفهمش اللي عملوه فيكي كمال حيقفولك في الشغل تستبادئوا عنهم يعني اللي عملوا فيها اللي عملوه ده هيستحرموا يقطعوا عيشي من أي حتة تانية طب يعملوا كده ليه؟ هيكسبوا ايه؟ أهم بيتفرجوا علي وبيتسالوا عشان أفضل طول عمري بتعاكم على جريمة اني قربت منهم طب أبعدين فلوس مؤخرك خمس ستة هم هجبوك ما بيكفيش واخوك يا هاريني طلبات تعالي جي الوقت انه يكبروا يفهم بقى تازي فامي تازي نحكيله على الكرسى اللي حصلتلك تازي يقع من طوله لان ما صدقت انه صدق حكاية الزي ده اللي أنا اخترعتها ده كان عمالي أقرر فيا لغاية ما كنت خلاص هخكي لكل حاجة صروا يعرفيني لو ما كانش مني معي بقى من غيري شكراً شكراً شرابي حبتي آآ سوري معلش انا انا اوصلية لسه مش مصدق نفسي محسن بشكر لي فيكي قوي وانتي بقى مش عارفة انا بثق في محسن ده قد ايه هتشوفي حضرتك ان انا كان عندي حق صحيح يا سامح عنده حق اوصل حضرتك مش فاهم انتي بالنسبة لي ايه انا بسمع عنك وبتابع اخبارك من وانا لسه في كلية تجارة يعني حضرتك بالنسبة لي مسألة الاعلى طب بصي بقى من غير مبالغات يعني ومجملات انا بحب الشباب الزكي اللي عنده طموح زيك كده بحط عيني عليه وبتبنى لحد ما يبقى حاجة مهمة سماح يا فندم بنت زكية واكيد هتقدر الفرصة اللي حضرتك بتقدمها لها طيب اتفضل انت بقى يا محسن سبنا الوحدان قص اللي جاي كلام ستات ملكش انت فيه مفمو يا فندم بعد ايه زعر فد هو حضرتك عايزة مني حاجة معينة؟ المراتي لأ باتعرف عليكي بس وحشوف حضر اطلب منك حاجة ولا لأ أمال حضرتك طلبتي من مستر محسن يسيدنا لوحدنا ليه عشان اتكلموا وتحكيلي أحكيليك عن مدام ميسك؟ لا عن أخوها اسمه رامز مش كده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر